اشتركوا في القناة ارسلها للثوار المرابطين لتحرير سرط من ما يعرف بتنظيم الدولة طلب منهم عند الدخول للمدينة لحذر من الالغام والمفخخات التي يزرعها التنظيم مؤكدا على ضرورة الانتزام بتعليمات امراء الكتائب والقادة العسكريين بغرفة العمليات برئاسة العميد محمود زكر يشارع الى ان قوات الثوار وصلت الى مشارف مدينة سرط بعد ترضي عناصري ما يعرف بتنظيم الدولة من المناطق المحيطة بالمدينة اعتبر رئيس حكومة الانقاذ الوطني خليفة لغويل ان شهداء المعارك التي تجري ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في كل انحاء ليبيا يسرع عليهم ما يسرع على شهداء ثورة السابع عشر من فبراير لغويل وحسب قراره اعتبر ان المعارك الجارية ضد التنظيمات الارهابية وما يعرف بتنظيم الدولة في كافة انحاء ليبيا هي امتداد لمعركة تحرير الوطن من كل تهديد لامنه واستقراره وهي امتداد لمحارك ثورة السابع عشر من فبراير يشارع الى ان قوات الثوار تخوض حربا ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرط افاد مصدر اعلامي من مدينة مصرات الاثنين بتقدم قوات الثوار بالمحور الجنوبي بوادي حنوة على مشارف بلدة جارف جنوبية مدينة سرط اناطق باسم عمليات البنيان المرصوص محمد الغسري قال في تصريح له ان محطة سرط البخارية تشهد اشتباكات متقطعة بين الحين والاخر مرحبا في الوقت ذاته بتقدم قوات جهاز حرس المنشآت النفطية باتجاه مدينة سرط هذا وكانت طائرة تابعة لصلاح الجو قد نفذت غارة جوية في وقت سابق على معاقل من يعرف بتنظيم الدولة في ودي جارف جنوبية سرط اكد المبعوث الاممي الى ليبيا مارتين كوبلر في حوار له مع صحفي انطوان مالو نشرها على صحيفة ديو ديمانش الاثنين اكد ان حفتر ليس لديه جيش كما يزعم بل هي مجموعات من الموالين للنظام السابق ومرتزقة من السودان والشاد وبعض القوى القبالية اضافة لمجموعات خاصة من القوات الفرنسية والامريكية حسب قوله وفي الحوار ذاته قال كوبلر ان اغلب اسلحة النظام السابق تم بيعها مضيفا انه لا يزال هناك عشرون مليون قطعة سلاح متداولة في ليبيا مردفا انها اسلحة صغيرة وغير مجدية حسب وصفه واشر كوبلر الى ان حدد مقاتله ما تعرفوا بتنظيم الدولة في ليبيا يقدر ما بين الفين وثلاثة الاف في منطقة سرط وان حوالي الفين في بقية انحاء البلاد حسب وصفه واخيرا حيث انطلق الثلاثة فهاليات حفل اليوم الوطني لحرية الصحفة تحت شعار معا من اجل قلم حر التي تنظمها هيئة دعم وتشجيع الصحفة الحاضرون اكدوا على قيم الصحفة الاخلقية المتمثلة في الموضوعية والنزاهة المهنية التي تنبض خطاب الكراهية والعنف وتلتزم بمعايير المهنية السامية هذا وحضر الحفل الذي اقيم بفندق المهاري بالعاصمة ترابلس عدد من الصحفيين والاعلاميين والمهتمين بهذا الشأن ختم الموجز الى اللقاء